السلام عليكم ورحمة الله. في هذه الحلقة هنتكلم عن عاصفة ما قبل سن اليأس. وهنتكلم عن الفترة ما قبل سن اليأس والاعراض المصاحبة لها. كثير من السيدات خمسة وعشرين في المية تقريبا من السيدات بيتعرضوا الاعراض. اعراض جسيمة بتكون مسببها لهم او ضغط جسدي ونفسي بيضاف الى ضغوط الحياة خاصة وان الاعراض دي بتأتي في فترة الاربعينات عندما تكون السيدة في عملها او في منزلها بتراعي اولادها فبتكون استرس اضافي وضغط اضافي عليها في حياتها. هنتعرف على على هذه الاعراض وهنعرف سببها وما هي التغيرات الهرمونية التي تتسبب في حدوث مثل هذه الاعراض. اه وده هتكون حلقة اه مقدمة علشان بعد كده هنشرح كيفية التعامل مع هذه الاعراض اه والحماية منها او التقليل اه منها بقدر الامكان. اه سن اليأس اه بنعرفه بان هو بيبدأ اتنشر شهر بعد اخر الدورة. يعني السيدة بتقعد تقريبا سنة من اخر دورة ما بتجلهاش الدورة. بعد ما يعدي سنة بنقول ان السيدة دخلت في سن اليأس. وعلى فكرة سن اليأس اه بالنسبة للسيدة بيكون اه سن جميل اه لانها فيه بتتخلص من كل الاعراض اللي احنا هنذكرها حاليا. اه حتى فيه دراسة عملت على السيدات في سن اليأس. قالوا ان احنا بنعيش اه في هذه الفترة اه افضل بكتير جدا جدا من العشر خمستاشر سنة السابقة حتى افضل مما كنا في مرحلة الشباب اه اه ديون بعد ما يدخلوا في مرحلة سن اليأس. اه طبعا لانهم تخلصوا من الاعراض الكثيرة اللي احنا هنذكرها بعد شوية. فضرة ما قبل سن اليأس بتكون تقريبا سنتين لعشر سنوات قبل ما ييجي سن اليأس. سن اليأس بيبدأ في المتوسط عند سن اتنين وخمسين سنة. يعني الدورة بتقف تقريبا عند سن اتنين وخمسين سنة. فبنقدر نقول فترة ما قبل سن اليأس ممكن تبدأ عند سن الاتنين واربعين. طبعا فيه سيدات كتير يعني احنا قلنا خمسة وسبعين في المية من السيدات بتمر عليهم هذه الفترة بهدوء لكن خمسة وعشرين في المية منهم بتكون فترة صغمة. اعراض مرحلة ما قبل سن اليأس. اذا كان عند السيدة تلاتة من الاعراض اللي هنقول لهم دلوقتي. اه بتكون هي في مرحلة ما قبل سن اليأس. اه حتى لو كانت الدورة منتظمة. يعني وجود الاعراض دي سواء الدورة كانت منتظمة او غير منتظمة. بتقول لنا ان السيدة تي في مرحلة ما قبل سن اليأس. الاعراض هي زيادة كم دم الحيض يعني كمية الدم اللي بتنزل بتكون اكتر من المعتاد. او في زيادة في عدد ايام الحيض. يعني لو السيدة متعودة الدورة بتخلص. آآ آآ كل آآ كل تلات ايام بتقعد تلات ايام او اربعة ايام وتخلص بنلاقي الدورة ممكن تزيد ممكن توصل اكتر من سبعة ايام. او الدورة تقصر. يعني لو السيدة متعودة الدورة تيجي كل تمانية وعشرين يوم. نلاقي الدورة بقت تيجي كل خمسة وعشرين يوم. آآ آآ انتفاخ مؤلم في السدي خاصة قبل معادة الدورة او ظهور تكتلات في السدي. او الدورة تبدأ تيجي بألم يعني آآ 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 الدورة يبقى فيه تقلصات اكتر من من الطبيعي او من اللي هي متعودة عليه. الاعراض اللي بتحصل قبل الدورة زي التعرق الليلي. اضطراب في النوم. تنام وتصحى من النوم. فيه قلق في النوم والطراب. صداع جديد يعني يجي لها صداع ما كانش بيجي لها قبل كده او نوبات من الصداع النصفي او الصداع الوعائي اللي بيتماثب ان هو بينبض نبض مؤلم. آآ اما ما كانش بيجي لها قبل كده صداع ويبدأ يجي لها صداع او نوبات الصداع تبدأ تزيد لو هي بيجي لها صداع قبل كده. تقلبات المزاج آآ دي من الحاجات المشهورة جدا آآ ان لقي السيدة بتمر من نوبات من الغضب وزرعة الانفعال على اشياء بسيطة. يتبعها نوبات من الاكتئاب. وكثير من السيدات في هذه المرحلة بيلجأوا الى آآ اخذ المهدئات النفسية وادوية الاكتئاب. آآ كطريقة لعلاج الحالة المزاجية. وده طبعا مش هو الطريق المناسب او الطريقة الصحيحة لعلاج هذه الاعراض. آآ السيدة بتتعرض لزيادة في الوزن غير مبرر. او بتحاول آآ تفقد وزنها بتلاقي نفسها زادت في الوزن. ببتحاول تنزل وزنها فما بتعرفش. على الرغم من ان هي بتاكل نفس كمية الطعام. او بتمارس رياضة معينة فبتمارس نفس الرياضة. وعلى الرغم من ذلك بتكون في زيادة في الوزن بدون مبرر. دي الاعراض لو عندها تلات اعراض منهم بتكون هي حاليا في مرحلة ما قبل انقطاع الدورة. وممكن زي ما قلنا المرحلة دي تقعد من سنتين لعشر سنوات. قبل الدورة وما تقطع. آآ طبعا الاعراض دي اعراض مزعجة جدا. بتجعل لسية تلجأ للطبيب علشان تاخد علاجات لهذه الاشياء. آآ سبب آآ حدوث هذا هذه الاعراض آآ هو الاتي. هنشوف الشكل اللي مرسوم على اليسار. آآ اللون الاسود الزجزاج الاسود ده بيعبر عن مستوى هرمون الاستروجين خلال دورة معينة. يعني كل ارتفاع بيعبر عن شهر. فبنلاقي ان الاستروجين بيزيد في الدورة ويرجع ينخفض تاني على نهاية الدورة. الدورة اللي بعدها بيزيد ويرجع ينخفض وهكذا. هنلاحظ ان الارتفاع والانخفاض ما بيكونش جسيم. يعني بيكون بدرجة متوسطة. ده اثناء فترة العشرينات عشرين تلاتين اربعين سنة. يعني نقدر نقول في التلاتين سنة المتوسطة من عمر السيدة. بيكون لما بتكون الدورة منتظمة وبيحصل التبويض. الاستروجين طبعا بيطلع من البويضة من الكيس من كيس البويضة او من الحويصلة اللي فيها البويضة قبل انفجار الحويصلة وخروج البويضة منها. فبنلاقي ارتفاع الاستروجين وانخفاضه في معدل آآ هادئ آآ مفيش فيه تزبزبات كبيرة. اللي بيحصل ايه بقى في فترة آآ ما قبل آآ انقطاع الدورة اللي هي من سنتين لعشر سنوات. بتبدأ كمية الاستروجين تفرز بكمية عالية. ولما بينخفض الاستروجين بينخفض الى مستويات قد قد يكون مختفي. يعني بيرتفع زيادة عن اللزوم. ولما ينخفض ينخفض انخفاض شديد. والسيدة غير متعودة على هذه على هذا التزبزب. كأن الاستروجين ركب مرجيحة مرة في السماء ومرة في الارض. فلما بيعلى بيعمل اعراض. ولما بينخفض بيعمل اعراض. اعراض زيادة الاستروجين ايه هو? هي ما هي? انتفاخ السادي. بنلاقي السيدات بتشعر خاصة كل ما تدورها تيجي تقرب ان السادي منتفخ ومؤلم. وممكن تطلع فيه زي ما قلنا تكتلات. التكتلات وانتفاخ السادي دي من اعراض زيادة الاستروجين. التوتر. الاستروجين زي ما قلنا في الفيديو السابق اللي شرحنا فيه الدورة الشهرية الطبيعية. مهم جدا للمزاج لانه بيرعم عمل السيرتونين اللي هو هرمون السعادة والدوبامين اللي هو هرمون المتعب. لكن لما بيزيد زيادة غير طبيعية بيؤدي الى التوتر. التوتر يعني ايه? يعني سرعة انفعال. اه على اشياء ما كانتش تستدعي الانفعال. كأنك بالزبط بتسوق السيارة بتاعتك. اه بدل ما تطلع على السرعة الاولى ثم التانية ثم التالتة ثم الرابعة وهكذا. بتطلع من السرعة الاولى على السرعة الرابعة مباشرة. فبتكون السيدة سهلة الاستثارة. اه ممكن يحصل زي ما قلنا زيادة في الوزن. وزيادة في دم الحيض. دي اه اه هذه الاعراض هي اعراض زيادة الاستروجين. ليه بتحصل زيادة في الحيض? زي ما اه زكرنا في الفيديو السابق اللي بيتكلم عن الدورة الطبيعية. ان الاستروجين هو المسؤول عن بناء الطبقة الاولى من بطانة الرحم. الطبقة الاولى من بطانة الرحم دي كل ما كانت اصغر كل ما كان الحيض مدته اقل لانها تسقط اه اه كاملة في فترة وجيزة. لكن لما يكون الاستروجين كتير بتكون الطبقة دي حجمها كبير. وبالتالي بتاخد وقت اطول علشان تسقط. وبالتالي دم الحيض بيكون كتير يا اما في الكمية يا اما في العدد الايام. اه الايه دي هي تعبير عن الاستروجين. اه نقص الاستروجين بيعمل ايه لما ينخفض للمستوى? لما ينخفض اه اثناء النص التاني من الشهر بعد بعد التبويض. بتبدأ تحصل الهبات السخنة. اللي هي احساس بالسخونة مفاجئ. بييجي في الوجه والرقبة والصدر. ممكن تتعرض لاكتئاب شديد في هذه الفترة. وبتلجأ طبعا لاخد علاج للاكتئاب. بيحصل اضطرابات في النوم. بيبقى النوم صعب. تنام وتصحى وتنام وتصحى. وغالبا بتكون الهبات مع اه الهبات السخنة والتعرق اه مصاحب لنوبات القلق في النوم. يحصل تسرع في ضربات القلب. ومش معروف ايه سببه. وطبعا سببه هو نقص الاستروجين في الفترة دي. ويحصل تعطم في التفكير بتلاقي تركيزها ضعيف مش عارفة تركز. اه مش عارفة تفكر. اه لو هي بتدرس او بتعمل شغل بيحتاج للتركيز بتلاقي. اه بتلاقيها مش عارفة تركز في اللي بتعمله. اه ولو لاحظنا اه اه لقينا يعني هنشوف هنا اعراض زياد الاستروجين واعراض نقص الاستروجين. اللي اتنين بيحصلوا? لما الاستروجين بيزيد بتحصل لها الاعراض اللي ذكرناها سابقا ولما بيقل في نفس الشهر بتحصل لها الاعراض اللي سابقها نقص الاستروجين. طيب هل المشكلة الوحيدة هي نقص الاستروجين? نقص الاستروجين في هذه المرحلة اللي هي مرحلة ما قبل انقطاع الدورة. اه بيصحبه نقص في البروجسترون. البروجسترون زي ما ذكرنا في الفيديو السابق في الدورة في الدورة الطبيعية اللي شرحت فيها الدورة الطبيعية. البروجسترون هو هرمون مهد للإستروجين. الخط الاخضر ده بيعبر عن مستوى البروجسترون في السيدة في في المرحلة من عشرين سنة لحد اربعين سنة. اللي هي الفترة الفترة الخصوبة فترة خصوبة السيدة او معظم الفترة معظم آآ فترة العمر اللي بتكون السيدة فيها عندها خصوبة. آآ مستوى البروجسترون بيكون مناسب لانه بي بي بيقاوم الآثار السلبية لتزبزب الاستروجين اللي معمول باللون الاسود. طب هو البروجسترون بيعمل ايه? البروجسترون بيعمل حقين مهمين جدا. بيقلل زياطة الحيض يعني نقص البروجسترون ده هيخلي الحيض يزيد. ليه? لان البروجسترون هو اللي بيعمل الطبقة اللي بتحجم طبقة الاستروجين. هو اللي بيعمل طبقة الرحم الداخلية اللي هي الطبقة التانية اللي بتحجم الطبقة الاولى اللي بيعملها الاستروجين. يعني بتخلي الطبقة الاولى بتاعت الاستروجين ما تزيدش في الحجم زيادة عن اللزوم. وايضا تتماسك. وبالتالي لما يحصل الحيض بتكون كميته قليلة لما يحصل نقص في البرجسترون بتكون الغلبة للإستروجين وبالتالي طبقة الإستروجين بتكون كبيرة وتكون الطبقة اللي بينتجها البرجسترون بتكون ضعيفة فما يقدرش يعمل كنترول فدم الحديزين تاني حاجة بيعملها البرجسترون زي ما ذكرنا برضو ايضا في الفيديو السابق اللي تكلمنا فيه عن الدورة الطبيعية ان البرجسترون بيتحول لمادة اسمها بريجنانولون او بريجنانولون البرجنانولون دي مادة بتشتغل في المخ ده المهد الطبيعي اللي بينتج عند السيدة اللي يقاوم اثار زيادة الاستروجين يعني لما الاستروجين يكون في المستوى المرتفع في المستوى المرتفع بتاعه اثناء الدورة طبعا لو ما فيش برجسترون هيعمل توطر وجود البرجسترون بيقلل التوتر او بيضيع التوتر الناتج عن الارتفاع الطبيعي للاستروجين فما بالنا لو لو الاستروجين زاد عن حده الطبيعي وفي نفس الوقت البرجسترون قال ده بيشرح لنا او بيوضح لنا سبب التوتر اللي بيحصل عند السيدات ايضا البرجسترون بيساعد على تخلص الجسم من الماء الزائد وبالتالي بيساعد على مقاومة زيادة الوزن النتجة عن الاستروجين دي الفايدة او ده ده اللي بيحصل نتيجة لنقص الاستروجين يبقى الاعراض اللي احنا ذكرناها سببها حاجتين سببها ان الاستروجين بيزيد قوي في فترة من من الشهر ويقل قوي في النص التاني من الشهر بالاضافة الى نقص البرجسترون اللي هو بيعادل او بيقاوم الاثار السلبية للاستروجين يبقى حاجتين الاستروجين بيزيد قوي ويقل قوي والبرجسترون بيقل فالتأرجح في المستوى الاستروجين بيرفع السيدة لاعلى درجات الاصارة وانخفاضه بيحرمها من الاحساس بالمتعة والقدرة على التركيز وبيؤدي الى الاعراض اعراض نقص الاستروجين اللي احنا ذكرناها طيب حاجة تانية مهمة جدا ان نقص البرجسترون وزيادة الاستروجين بيقصروا على الهستامين الهستامين ده هو المادة المسؤولة عن الحساسية فتلاقي السيدة في اه هذه الفترة بيجي لها احتقان في الانف ويجي لها ارتكارية او حساسية طول عمرها ما كانش بيجي لها حساسية اه بعد ما بتعدي الاربعين سنة يبدأ يجي لها حساسية من الاكل يجي لها حساسية من الادوية يجي لها ارتكارية احتقان في الانف التهاب في الجيوب الانفية كل ده بسبب زيادة في الهستامين زيادة كمية الهستامين لان الاستروجين والبرجسترون مع بعض بيعالجوا او بيهدقوا من الهستامين طيب هنخلي بالنا هنا من حاجة اه ان اعراض نقص الاستروجين اللي هي الهبات السخنة والاكتئاب والطرابات النوم وتسرع القلب وتعتم التفكير حتى زيادة الوزن الاعراض دي بتشبه اعراض نقص نشاط الغدى الدرقية طيب ايه هي اعراض نقص نشاط الغدى الدرقية الوزن بيزيد الدورة بتزيد اه اه انتفاخ الجسم اه 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 اطراب في النوم الاكتئاب دي اعراض نقص نشاط الغدى الدرقية فهنا احنا بنعم بنحب بنعمل لازم نعمل تحليل الغدى الدرقية علشان نشوف هل الاعراض دي ناتجة من انخفاض في نشاط الغدى الدرقية خاصة ان سن الاربعينات من الاربعين الخمسين هو الفترة اللي بيظهر فيها اه مرض هاشيموتو اللي بيتميز اه اه بنقص نشاط الغدى الدرقية في السيدات اه طيب احنا بنعرف ازاي السيدة بالمعمل بقى بالتحليل في مرحلة ما قبل سن اليأس اه الحقيقة ما فيش تحليل بيقول لنا لو عملناها نقدر نقول ان السيدة الان في مرحلة سن اليأس لكن احنا بنعتمد على تحليل التحليل اللي بنشخص به دخول السيدة في مرحلة سن اليأس اللي هو الف اس اتش ده هورمون بيطلع من الغدى النخمية وعشان نعرف تفاصيله نسمع الحلقة بتاعة اه حلقة الدورة الشهرية الطبيعية. اه الف اس اتش بيطلع من الغدى النخمية. اه بيطلع لما هو اللي بينبه نمو الحويصلات اللي فيها البوايدات عشان توصل لمرحلة النضوج. فاصيدات فوق سن الاربعين سنة بتكون البوايدات ضعيفة وبتحتاج لكمية اكبر من الف اس اتش علشان توصل لمرحلة النضوج. فكلما زاد ده بيدينا دلالة على ان البويضات بقت اضعف. معنى البويضات اضعف يعني ايه? يعني بتقعد فترة اطول علشان تنضج وبالتالي بتطلع كمية استروجين اكتر لان الاستروجين قلنا بيطلع من الحويصلات البويضات. وفي نفس الوقت بعد البويضة ما تطلع والكيس ينفجر والبويضة تطلع الكيس ده بيتحول للجسم الاصفر اللي بيطلع البورجسترون. فلو فلو الكيس ضعيف الجسم الاصفر بيطلع ضعيف وكمية البورجسترون بتكون قليلة او بتكون قليلة يعني. الخلاصة ايه? الخلاصة ان هرمون ال FSH ده بيكون زايد لان البويضات ضعيفة. ونتيجة لان البويضات ضعيفة بتقعد فترة اطول فبتطلع استروجين كتير. وايضا اه بيكون الجسم الاصفر اللي بيطلع البورجسترون بيكون ضعيف يطلع برجسترون اقل. يبقى احنا بنعتمد على تحليل FSH ده يقول لنا ازا كانت السيدة دخلة على المينو بوز او دخلة على سن اليأس وده لا. النسبة الطبيعية بتاعته من عشرة العشرين وكل ما كان اقرب الى العشرة كل ما كان افضل يعني اقل من عشرة هو يكون طبيعي جدا. لما بيوصل لاربعين بنقول للسيدة دي خلاص انت يعني تقريبا ناقص لك اربع خمس سنين وتخش على على سن اليأس. لو تمانين خلاص بتبقى الفترة قربت جدا يعني يمكن متعديس سنة ولا حاجة. والسيدة بتدخل في مرحلة سن اليأس. يبقى التحديل اللي احنا بنعملها هو FSH. بيتعمل في اليوم التاني او التالت من الدورة. ووظيف الغدة الدرقية. كتير من السيدات بيكون عندهم المشكلتين. يعني بيكون عندها نقص في نشاط الغدة الدرقية. وبتكون في نفس الوقت بتمر بمرحلة ما قبل انقطاع الدورة. يعني بيكون عندها المشكلتين. وزي ما قلنا خمسة وسبعين في المية من السيدات ما بيكونش عندهم اعراض شديدة. لكن لو ظهر لهم اعراض بتشبه نقص الاستروجين او زيادة الاستروجين. بنحب نعمل او وظيف الغدة الدرقية ساعات كتير. بيكون السبب هو نقص نشاط الغدة الدرقية. وليس بسبب مرورها بمرحلة ما قبل انقطاع الدورة او مرحلة ما قبل سن اليأس. انا يعني ما بحبش كلمة سن اليأس لان هو يعني يأس في الخصوبة. لكن فمرحلة ما بعض انقطاع الدورة اثبتت الدراسات انها بتبقى فترة رائعة جدا من حياة السيدة. خصوصا انها بتعيش تلت حياتها في هذه الفترة. وليه هي فترة رائعة? لانها بتنجو من الزبزبات في مستوى الاستروجين. اللي بتحصل اثناء العشر سنين الاخيرة او من سنتين لعشر سنوات قبل انقطاع الدورة. واذا الحمد لله انه بيحصل بس في عشرين خمسة وعشرين فالمئة من السيدات. الخمسة وسبعين البقائين بتكون الامور طيبة. والدورة بتقطع بالتدريج من غير السيدة ما تشعر باعراض آآ جسيمة. آآ الحلقة الجاية هتكلم على آآ كيفية التعامل مع هذه الاعراض وما هي العلاجات الطبيعية والمكملات الطبيعية التي تساعد على التخلص من هذه الاعراض. وباختصار شديد بتكون اللي بيكون العلاج عبارة عن دعم البورجسترون لانه هو اللي بيحجم الاثار النتيجة عن زبزبة الاستروجين. الحاجة التانية ان احنا بنساعد ان الجسم يتخلص بسرعة من كمية الاستروجين اللي بتطلع من المبيض بحيث انها ما تعدش في الجسم فترة طويلة وتعمل آآ التأثيرات السلبية وبنتعامل مع حساسية الهستامين. ده باختصار العلاج بيكون ماشي في في هذا في هذا الاتجاه آآ ما بنلجأش طبعا لاستخدام ادوية الاكتئاب ولا المهدئات لان احنا لازم نعالج السبب مش نعالج الاعراض. آآ ارجو ان يكون آآ الشرح آآ وافي وواضح. آآ ازا لقيت المعلومات دي مفيدة آآ ياريت تعمل لايك للفيديو علشان يوصل لآآ لأكبر عدد من السيدات اللي محتاجها تسمع آآ هذا الكلام. آآ شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.